لا أفق في لبنان العالق في تناقضات المصالح والصراع النفوذي للخروج من أزمته الراهنة الحكومة التي كلف سعد الحريري بتشكيلها لا تزال تراوح مكانها واستشتغال الطبقة السياسية بأعادة ترتيب أوراقها لا سيما بعد الإعلان عن إصابة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بفايروس كورونا والذي كان مقررا أن يزور بيروت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري وقبيل الإعلان عن إصابة ماكرون بكورونا بدى جليا الاستياء الفرنسي ولا سيما لعدم تجاوب الأطراف اللبنانية مع مبادرة ماكرون ويقول مسؤولون فرنسيون أن باريس قبلت تكليف الحريري لتشكيل الحكومة على مضض كما لم تمانع من وجود دور سياسي لميليشيا حزب الله في المشروع خطة لم ترضي الولايات المتحدة التي طرحت نقاط استفهام كثير عن وجود حزب الله في الحكومة والذي يتعارض مع جهدها لمكافحة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة وتأثير حزب الله الذي تصفه بالخبيث في لبنان المعارضة الأمريكية ستلقي بذلان خطيرة على لبنان فبدون دعم الولايات المتحدة كما يرى مراقبون لن تمنح المنظمات الدولية توجهت المانحة لبنان الأموال التي يحتاجها للخروج من أزمة مالية يقول البنك الدولي أنها ستشهد على الأرجح سقوط أكثر من نصف السكان في براثن الفقر بحلول عام 2021 أمام هذا الوضع الاقتصادي منهار توجه الاتهامات مرة أخرى لحزب الله الذي يصر على استمرار تبعيته لإيران ودعم حليفه جبران باسيل الاستحواذ على الحكومة مرة أخرى دعمه ظهر جليا بعد رفض الرئيس اللبناني ميشيل عون التشكيلات الوزارية التي قدمها الحريري في محاولة لتعويم صهره جبران باسيل حيث اتهم الحريري بالسعي الاستحواذ على الحقائب الوزارية لا سيما المسيحية وهو ما يظهر الخلاف الحادة في المواقف بين الحرير المصل على حكومة مستقلة تحدث فرقات مع المجتمع الدولي ولا شبهات على وزرائها لا سيما في مسألة العقوبات في حين أن رئيس الجمهورية يريد حكومة على طريقة محاصصة وهو الامر الذي يعيد الامور للمربع الاول ويزيد من تبعات الخلافات السياسية الحادة على اقتصاد البلاد المنهار